بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون العزاء في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصعد الله وقاتكم بكل خير هذا هو موعد وتوقيت اللقاء بيننا وبينكم دائما عبر شاشة فضائية الخرطوم وحلقة جديدة من الراهن السياسي الراهن السياسي لهذا اليوم نتحدث عن دور القوات المسلحة في حماية وصوطني أرضنا الحبيب السودان نحن جند الله جند الوطن إن دعا داعي الفداء لن نخن نتحدى الموت عند المحن هي كلمات نشيد عالمنا الوطني السوداني وقد حملتها القوات المسلحة قوات الشعب المسلحة حفظا وصونا لترابي وطننا الحبيب على مر العصور والأيام والسنوات تجابه وتقاتل الآن في حدودنا الشرقية حفظا وصونا لترابي شعبنا الحبيب نسعد من خلال الراهن السياسي اليوم أن يكون معي داخل الأستوديو سعدة اللواء ركن معاش دكتور محمد خليل الصايم أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية مرحب بك سعدة اللواء عبر شاشة فضائية الخرطوم مرحب بكم ومرحب بقناة الخرطوم شاشة قناة الخرطوم وشاشة قناة ولاية الخرطوم وشكرا جزيلا على الاستضافة كتر خيركم أيضا نرحب بلسال عبد الحفيز محمد أحمد نائب رئيس حركة العدل والمساواة وأمين إقليم الخرطوم مرحب بك عبر شاشة فضائية الخرطوم نحن نرحب بحاجة جدا في هذه الحلقة الهامة جدا في حياة أمتنا أمة السودان التي يعلم عنها القاصي والداني هي أمة عظيمة ضاربة من قذورها في التاريخ كله نحن وحفاد كوش والقوات المسلحة السودانية هي خرجت من صميم هذه المأثرة التاريخية العظيمة مرحبا بكم إخواني الكرام في غناة الخرطوم نعم أيضا نسعى نرحب بلسال مبارك النور رئيس تجمع شرق السودان والقيادي بمنطقة الفشقة مرحب بك مرحب بك مرحب بكل المجاهدين في كافة ربعة السودان وتحية خاصة جاهلنا بالفشقة والمرابطين من قوات المسلحة في التور نعم اليوم الراهن السياسي مع قوات الشعب المسلحة في شرق السودان وفي كل بقعة من بقاع وطننا الحبيب نسعد أن نلتقي والراهن السياسي وأيضا نبارك للقوات المسلحة استرداد الأراضي السودانية وخاصة الأراضي الزراعية أكثر من 2500 فدان استردتها القوات المسلحة من المعتدين في حدودنا الشرقية بداية أستاذ مبارك النور وسعد تلوى ركن دكتور محمد خليل الصايم نتحدث عن خلفية تاريخية عن منطقة الفشقة كل المشاهدين والمواطنين والمستمعين والمتابعين داخل وخارج ربوع وطننا الحبيب يسموا عن الفشقة الصغرى الفشقة الكبرى يارك لو فذلك تاريخية عن هذه المنطقة نبدأ بك مبارك طيب في البداية نترحم على أرواح شهدانا من القوات المسلحة في الصغور وكامل الشفاء للجرحة وتحية خاصة لأفراد الوات المسلحة الذين حرروا مناطق كبيرة جدا في منطقة الفشقة الكبرى ومنطقة الفشقة الصغورة ونحن منطقة الفشقة حقيقة هي منطقة كبيرة منطقة جغرافية كبيرة منطقة الفشقة الكبرى منطقة شبهي جزيرة تقع بين ثلاثة أنهر بين نحر سيتيت من الشرق للغرب وبين نهر بأسلام من الشرق للغرب وبين نهر عطبرة من ناحية الغربية من ناحية سيوبية مفتوحة ما فيها نار دي الفشقة الكبرى الفشقة الصغورة أيضا تقع بين نهر العطبراوي ونهر بأسلام أيضا من الشرق للغرب بأسلام من الجنوب للشمال العطبراوي حقيقة منطقة الفشقة منطقة كبيرة ومنطقة هي الآن محلية الفشقة رأسة مدينة الشواك بالقرب من الطريق القومي في طريق كسلة القضارف ومنطقة الفشقة منطقة زراعية منطقة خصبة جدا منطقة من المناطق المنتجة لمحاصيل السمسم والذرة عباد الشمس وكثير من المحاصيل البستانية ساعة الليوة طيب أنا أتكلم عن التاريخ السياسي للفشقة الفشقة النزاع دا استمر على مدى 130 عام بينه وبين أثيوبيا 1898 بعد حرب الخليفة عبد الله التعايشي مع منلك الثاني طلب إنه يتنازلوا له من بني شنغول القليفة رفض لكن بعد سقوط دولة المهدية منلك الثاني عقد اتفاقية 1902 مع حكومة السودان اللي هي متمثلة في المستعمل 1902 عشان يتنازل لهم من بني شنغول مقابل اللي تقيم أسيوبيا أي منشأة مائية على بحيرة التانى أو نهر أبباي اللي هو النيا اللي أزرق عندنا وهذه الاتفاقية سارية المفعول وهذه الاتفاقية يسمى اتفاقية ترسيم الحدود يعني أنا سل بستقرب له يقولك ترسيم الحدود الحدود مرسمة من 1902 موجودة هذه الاتفاقية في الآذابير في إنجلترا وسارية المفعول حتى الآن هذه الاتفاقية ورت حدود السودان بني شنغول خارج حدود السودان الإنجليز وافقوا على يحطاهم بني شنغول عشان يزرعوا فيها أرضهم بسطة نسبيا مقابل أن تعدن الامتياز يكون تعدين الذهب للشركات الإنجليزية نعم طيب الحدود مرسمة لكن هناك احتداءات على الحدود الحدود اللي هي طولة 725 كيلومتر الآن بعد فصل جنوب السودان الآن طولة 705 منها 265 دي حدود الفشقة مع الولايات الأربعة القضارف كسلس النار الدمازين دي 265 لكن كل الحدود مع السودان كانت 725 كيلومتر النزاع القديم والأرض خاصبة وواعدة وكان يمكن أن تسهم في اقتصاد السودان بصورة جميلة جدا لكن النزاعات دي قديمة جدا تم التهاون زي ما أنت قلت تم التفريق في أرض السودان في ذلك العهد البقيض الذي يسمى الإنغاس فرطت في السودان 1995 مقابل أن تصمت أسيوبيا عن محاولة اقتيال حسن مبارك كما فرطت وتم احتلال حلايب تماما من قبل القوات المصرية 1995 لأنه برضو كان كرت ضغط من المصريين على السودان أن السودان مواجه بأنه حاول اقتل قتل حسن مبارك العهد تمت السيطرة في هذه الفترة على عدد كبير جدا من كيلوهات 2 مليون حوالي مليون فدان زراعي تم استغلاله بواسطة الأحباش الأسيوبيين حقيقة نحن أخوانا ما عندنا حرب مع أسيوبيا ما عندنا عداء مع أسيوبيا كانت في نزاعات حدودية بين القبائل بداية ثم بعد ذلك التي تسمى المليشيات الأمهرة التي هي جزء من القوات الأسيوبية هذه المليشيات الأمهرة في تنظيم هيلة سلاسي كانت كانت هي البشفة كويس هو بده قيادة وأنا شفت المنطقة دي وزرتها أعرف تماما الشفة بيعملوا شنو وبيضعوا أيضا نحن شاركنا يا أخوانا كنا بنأجر بعض المشاريع لو مبارك اتفق معي كنا بنأجر بعض المشاريع الناس العاملين في المناطق ديك في الحدودية هو لا بأس أن المناطق الحدودية يكون فيها ثقافة حدودية ثقافة حدود كما في الأنهار يعني أنا أضرب مثل بنهر الميكونغ في فيتنام مع كومبوديا ظهرت في الفترة في فترة من الفترات ثقافة التشاطئ واستفادوا من بعض لماذا نستفيد من بعض نحن والحدود مع أسيوبيا طالما عندنا معاعدة الناس تشارك جزء يشاركوا في الحصاد ويدون جزء من المحصول بالسعر زي ما هم بدون كهرباء بالسعر الآن بدون كهرباء من ستكذي بالسعر وانا قلت الكلام قبل كده في عدد من الحلقات أنه يكون في تكامل اقتصادي بين أسيوبيا ومصر والسودان وهي حوض النيل الشرقي نعم أيضا آخر الأخبار لسيد عبد الحفيظ محمد أحمد نايب رئيس حركة العدل والمساواة أمين قليمة الخرطوم أعلنت القوات المسلحة أنها تقوم بأدوارها كاملة في تأمين الحدود الشرقية للبلاد مع أسيوبيا دون أي تنواية عدوانية أو السعي للتصعيد وتتأكيد لكلام سعدة اللواء محمد خليل الصايم حيث قال اللواء ركن محمد أحمد صبير نايب رئيس هيئة الاستخبارات في تصريحات اليوم أن القوات المسلحة تتحرك داخل حدود البلاد وقد أوضح أن نحو 2 مليون ونصف المليون فدان تم استرداد إلى حضن الوطن و2 مليون ونصف المليون فدان هي أراضي زراعية أيضا كانت لحركة العدل والمساواة من خلال السيد رئيس الحركة دكتور جيبيل إبراهيم في زيارة لدعم القوات المسلحة ولدعم هموم كافة السودانيين لاسترداد أراضيه نعم نحن عدد الآن في مقدمة الحديث يجدر بي أن أشكر وحي شهداء القوات المسلحة وشهداء الثورة السودانية كافة في كل الحقب التي مرت بها البلاد وأن نحن في العدل والمساواة يمكن كل الناس علمون يعني كان هناك حرب بيننا ولكن حصل سلام الشجعان والجدية في البلد لأن الحصة وطن نعم يكون الأمر متعلق بالتراب ومتعلق بالوطن ومتعلق بسيادة الوطن ومتعلق بدماء ابناء الوطن ومتعلق بعزة وشرف الوطن فالأمر يختلف الحركة على المساواة السودانية لها خمسة ألوية شهيد تبيهيشتين ولها خمسمية اثنين وثمانين أسير مفقود نعم في الفترة السابقة لكن رئيس الحركة وغيادة الحركة من أجل الوطن من أجل عزته وأرضه وهكذا هذه مسألة كلها قد تم العبور من هذه المحطة من أجل أن نحافظ على بلادنا فذهب رئيس الحركة بكل ضباط الحركة بكل ضباط قيادة جيش الحركة ذهبوا كلهم في معيته وزاروا القوات المسلحة في الخطوط الأمامية بدءا من قيادة الفرقة الثانية بالقضارف ومرورا بكل نقاط التواجد العسكري حتى منطقة ودعارود أو منطقة الفشقة وعند قرب جبل الطيور على الضفة الغربية من نهر عضبرة والرئيس قد زار كل رئيس الحركة زار كل هذه المواقع وضع يده في عيد إخوانه من القوات المسلحة وهذا هو اختبار أول لصدقية السلام وصدقية قناعة الحركة بأمر السلام ووجه الأخ الرئيس ووضع جيش الحركة إن احتج له وضعه تحت رهن إشارة القوات المسلحة في هذه المرحلة لأن الحصة وطن صح وتراب الوطن أغلى من كل شيء والحركة لمن قامت ممكن أن يكون في الحرب السابقة هي كانت من أجل ليس هي كانت حرب موجهة كانت مع القوات المسلحة ولكن هي الحرب كانت أصلاً مع القيادة السياسية التي كانت جيشه يحارب باسمها وحتى أن العلاقة التي كانت تدغم بها الحرب أن الحركة كانت تعامل القوات المسلحة وحتى الأسر الذين يقعون عندها كانت تعاملهم بأخلاقية عالية حتى أن الأسر ما كانت الحركة تعاملهم إلا كبعض من أفرادها وحتى الأسر الضباط كانوا يعاملون كضباط في الفلقات المسلحة لأن المسألة وطن والقضية قد تخلاق في المقام الأول واليوم دهاب الرئيس بقواته وبقادة جيشه إلى الثور الأمامية وضع يده في يد القوات المسلحة هذه تؤكد على أن المشروع الذي كانت تغاتل من أجل الحركة هو مشروع رؤية شاملة وكاملة من أجل هذه البلاد وأن النظام السياسي السوداني الذي حكم البلاد 64 سنة بمحاوره الثلاث محور الوسط محور اليسار ومحور اليمين النظام السياسي السوداني السابق حكم البلاد 64 سنة 52 سنة حكم عسكري و11 سنة حكم مدني والمتبع إلى تاريخ الحكم السياسي السودان يستجلي هذا الأمر تماما الانقلاب العسكري الأول كان في 59 كان من الوسط بأعزابه التي تمثله والانقلاب الثاني في 69-29 مايو كان من قبائل اليسار من الحزب الشيوعي والقوامين العرب وغيرهم والانقلاب الثالث كان في 89 من الجبهة الإسلامية القومية والأخوان المسلمين والحركة الإسلامية إذن أن المحاور السلاس للنظام السياسي السوداني هي شاركت في حكم البلاد العسكري ودفع الأجيش السوداني والقوات المسلحة هي التي دفعت صراحة الفاتورة دماء وأشلاء وعرقا وتيتما وترملا في كل أبنائها في تلك الفترة ولكن الفشل السياسي الفشل السياسي الذي جعل النظام السياسي السوداني السابق أو أم نسميه النادي السياسي القديم فشل في إدارة النهضة فشل في إدارة السلام فشل في إدارة التنوع فشل في إدارة الحفاظ على تراب الوطن وذهب الجنوب من إخفاقات النخب السياسية فلذلك نحن الآن بصدد أمر جديد والحركة تطرح الفهم الجديد من أجل بناء وطن ليس فيه موحكات ولا صراعات ولكن نعبر هذه المرحلة الحركة الآن تقدم درس أنها قد عبرت محطة خمسة ألف وتلتمية شهيد وخمسمية دين وثمانين مفقود وأسير من أجل ماذا؟ من أجل أن نبني وطن وأن ننهض بهذه البلاد فهذه رسالة نقدمها لنا ولغيرنا ولكل الناس فيها لابد أن نعبر بجراحاتنا من جراحاتنا ومسلنا السودان يقول الفشغة بنته خرب مدينة خرب مدينة نعم أيضا أستاذ مباركة نور وأنت قياد منطقة الفشغة طوال هذه الأعوام يعني كيف كان حال المواطنين والأهل في منطقة الفشغة الكبرى والصغرى يعني تذهب في كل مكان لا تجد أراضيك لا تجد مزرعتك لا تجد مكان تأوي فيه طيب حقيقة أسمح لي أن أتحدث عن تاريخ التوغل الأثيوبي داخل أراضي الفشغة هذا التوغل بدأ في العام 1957 كانوا ثلاثة مزارعين أثيوبيين في 3800 فدان 67 كانوا 13 مزارع أثيوبي بعد عشر سروات نعم في أكثر من 20 الفدان كم تمانين كانوا 53 أثيوبي في 8500 فدان 91 لغاية 91 كانوا 53 أثيوبي في 48500 فدان من 91 لغاية 2014 كانوا 1659 أثيوبي مزارع في مساحة 840 ألف فدان من 2014 إلى 2020 زاد التوغل فاق العدد للأثيوبيين المزارعين 2 ألف مزارع وقاربة المساحة التي يتوغلون فيها ويحتلونها 2 مليون فدان في الفشقة الكبرى تقريبا 330 ألف فدان يستغلوها الأثيوبيين في الفشقة الصغيرة كانوا يستغلوها بالكامل 500 ألف فدان في صيد القضاء في حدوده هناك بعجب الحلاوة اللي هي في داخل حظة الدين دل 50 ألف فدان وكثر من 700 ألف فدان أيضا في بعض المناطق الإجمالي يغارب الـ 2 مليون فدان الشي المؤسف كل الحكومات التي تعاقبت على السودان منذ ذلك التاريخ كانت متواطئة في قضية الفشقة والأثيوبيين كانوا يتوغلون سنويا خاصة في عهد الانغاز سنويا كانوا يتوغلون كل خريف وكانوا يقتلون المزارعين وينهبون ممتلكاتهم ويصادرون ممتلكاتهم وكانوا يرهبونهم حتى السيد اللي وقال المزارعين السودانين يؤجرون الأراضي للأثيوبيين لماذا يؤجرون؟ يؤجرون الأراضي للأثيوبيين لأن الأمن معدوم في المنطقة لا يوجد جيش كافي ولا شرطة كافية ولا أمن كافي في تلك الفترة لذلك المزارع إما يقتل وتنهب ممتلكاته وتحتل أرضه أو يؤجر فكانوا يؤجرون بطريقة معلومة للحكومة وبعلم الحكومة حتى الأيجار يتم بعلم الحكومة وبشهادة المستشار القانوني للحكومة وبمواثيق واضحة جدا بين الأثيوبيين والحكومة السودانية أنهم يسوقوا محصولاتهم في ولاية القارف عشان كده المسألة فيها تواطئ من الحكومات فيه ما الواضح تدمي الحكومات المنطقة مهمشة تنمية في شرط الحدود ما موجودة إطلاقا الآن تلك المناطق فيها قرى قابلة قانونية ما فيها أنا مش جزور تريقية في الحدود قوليني إحنا قابلة ما عندنا قابلة قانونية ما موجودة مو يشربوها ما فيه طرق يمشوا بيها ما فيه صحة ما فيه دعليم ما فيه طرق ما فيه الفشقات ديه ما فيه انكباريه الآن نحن عشان نقطع نزرع في مناطق الفشق دي بنقطع بالمعدية والبنطون فإهمال واضح جدا للفشقة دخل الأثيوبيين يطمعوا في الأرض لأن الحكومات غير جادة في استرداد الأراضي الآن نحن نحيي القوات المسلحة نعم اهتمام واضح جدا بقضية الفشقة استرجاع الأراضي المقتصبة اهتمام بالحدود نحن نشعر الآن القضية أصبحت قضية مهمة جدا لدى القوات المسلحة والقوات المسلحة الآن تتقدم في عدة محاور تتقدم بقوة وبدعم كبير جدا من المواطنين الآن المواطنين في القبائل منتشين فرحين يهللون في الطرقات عندما يشوفها عربية للجيش يخرجوا في الطرقات يهللون ويكبرون ويدعمون عدد من القوافل من القبائل عدد من القوافل من الحزاب السياسية والكيانات عدد من القوافل من المزارعين أنفسهم عدد من القوافل من التجار عدد من القوافل من كل أرجاء السودان تدافعوا كل أهل السودان للوقوف خلف الجيش ودخل لنا نحن نقود مبادرة لدعم الجيش سمينا مبادرة المبادرة الشعبية لدعم الجيش لتحرير الفشقة وأتت أكلها وعندما تطورت وأصبحت كبيرة قررنا أن تكون مبادرة قومية سمنا المبادرة القومية لدعم الجيش الآن سندشناها غدا في طيب بريس الساعة واحدة ظهرا ننتهي هذه الفرصة وادع كافة الأكهزة الإعلامية وكافة الحادبين على مصلحة البلد وكافة الذين يقفون خلف الجيش من الوطنيين الخلص أن يحضروا معنا غدا الساعة واحدة ظهرا في طيب بريس المبادرة الشعبية القومية لدعم الجيش نعم سنتحدث إن شاء الله عن هذه المبادرة بمزيد من التفصيل أستاذ مبارك النور ساعة اللي واركنا معاجد دكتور محمد خليل الصايم الحديث الآن عن الجيش السوداني حامل الوطن وقد تفاعلت معه جميع شرايح المجتمع دون استثناء سياسيين أحزاب شركاء السلام يعني كل الأحزاب في معركته من أجل سد الثور وحماية الحدود جهود كبيرة بذل الجيش السوداني الآن في السيطرة على أكثر من 90% من من منطقة الفشق الكبرى الصغرى ويمكن لأول مرة في تاريخ يعني هذه المنطقة يتم دحر الماليشيات والتي هي جزء يعني من الجيش لكن كما ذكرت ونؤكد أنه ليس هناك أي عداوة ما بين وما بين الجارة أثيوبية طيب طالما إنه الحديث عن القوات المسلحة وانا من هذه القبيلة القوات المسلحة أو قوات الشعب المسلحة كما يحلو للأخ عبد الحفيظ نعم يسميها قوات الشعب المسلحة لأنها هي شريحة من شرائح الشعب السوداني نعم هي قوات الشعب المسلحة حقيقة ويجب أن لا يكون يعني الحديث عنها بشيء من تقليل من قدرة تعرضت في الفترة السابقة الهجمة قوية جدا جدا من عدد من الشرائح قد يكون لأشياء حدثت في الفترة السابقة فضل اغتصام وخلافه والتعامل مع الشعب السوداني في الفترة الفاتت لكن ده برضو ما بمنع أنه كل الشعب السوداني يصطف ويقيف صفا واحدا مع القوات المسلحة القوات المسلحة ليست فرد القوات المسلحة هي شريحة من شرائح الشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة يجب الناس تدعمها في هذه الفترة لأن الحكم البقيض اللي استمر 30 سنة هو الأساء للقوات المسلحة هو الأساء للسودان باختطاع جزء من أراضيه فصل جنوب السودان كان حاجة مر جدا على كل السودانيين الفشقة واحتلالة وتقاضي النظر عنها من قبل الحكومة كانت حاجة سيئة جدا أيضا حلايب وشلاتين وخلافة عند المصريين ويعني سبحان الله المصريين بيحاول يجعلوا في فتيل الحرب بين السودان وأثيوبيا يعني أنت محتل السودان يا وزير خارجي المصري وتطلع بيان تقول لنا مع السودان صف واحد صف واحد وين فيشنو كلام ما ما عقلاني أنا أرجو أنه يغير نظرته للسودان السودان الآن بينهط السودان الآن حيحدث فيه تغيير كبير جدا أنا متفائل جدا أنه يحدث فيه تغيير هذا التغيير قد يأدي لإعادة بناء أنا ما بقول هيكلة إعادة بناء القوات المسلحة بصورة تتواكب والعصر وده شيء يجب الناس تخطف الحزبان وده ما بيجي إلا بتضافر كل جهود جهود الشعب السوداني مع قوات المسلحة نعم أيضا يعني أدوار عظيمة القوات المسلحة عبر التاريخ في صد العدوان على أرض الوطن الحبيب وده الحاجة اللي يتأكده الآن الأدوار اللي يتقن بها القوات المسلحة في منطقة الفشقة والأحاديث من كافة قيادات القوات المسلحة ومتابعتهم نبدأ يعني هذه المتابعة وتفاعل كافة شرائح المجتمع والتي جاءت من قبل يعني رئاسة الدولة الآن سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي يعني كان أول من زارة الحدود الشرقية وكان هناك لمدة ثلاثة أيام نعم حقيقة القوات المسلحة الناس يعني يجب أن تعرف مهام القوات المسلحة الشمال القوات المسلحة ما مصانع صابون بتطلح صابون ولا مصانع زيت القوات المسلحة تبسط الأمن القوم السوداني وتدافع عن الثقور والحدود بدون أمن وطني مستتب لا يمكن أن يكون هناك استقرار في البلد لا يمكن أن تضع استراتيجية عشان تنهض باب البلاد الاستراتيجية والأمن القومي محتاجات لبعض أنه إذا دائر التضع استراتيجية وتقيير البلاد ونهضة البلاد يجب أن يكون هناك أمن قوم أمن قوم بدون قوات المسلحة لا يمكن ومعاول قوات النظامية الأخرى عشان الناس تدافع عشان الناس تعرف قد رجيش يجب أن يكون يعني في برامج توعوية عن القوات المسلحة وأداء والناس تزور الحادث الحاصل في الجيش يعني المعظم الشباب يقدموا بقدوا يعني سنين الشباب كلها في القوات المسلحة في السقور فالقوات المسلحة الشريحة ما سهلة لها أدوار كبيرة جدا جدا ساهمت كثير جدا جدا في سد السقور في حدود الوطن ساهمت مع الدول العربية ساهمت في الكويت ساهمت في الجبهة المصرية ساهمت في حرب المكسيك حتى الآن الناس ستحدث واحد قال لي يعني شنوز حرب المكسيك ساهمت في حرب المكسيك يعني شنو قال لي قلت لك في أنه يعني ذكر التاريخ أنهم أشجع جنود في العالم القوات المسلحة السودانية ساهموا كثير جدا في عدد من الدول ساهموا في قوات حفظ السلام في أفريقيا القوات المسلحة السودانية لها أدوار كبيرة جدا جدا تعتز بها حرب الأهلية في جنوب السودان كانت ما حرب سهلة يقول لك ده ما حرب ده أمن داخل حرب أدغال كمان ما حرب سهلة حرب أدقال وحرب صعبة جدا جدا بس الخطأ كان بعد هذه الحرب الطويلة أنه ينفصل جنوب السودان هذه من الأخطاء التي لا تقفر إطلاقا لحكومة الإنغاز البقيضة يعني هي ساهمت زي ما قال أخونا عبدالحفيظ يعني كل الحكومات المتعاقبة ما حافظت على تراب الوطن لم تحافظ على تراب الوطن نحن في هذا العهد الجديد الذي نأمل أن يكون بشارة خير وبركة أن قواتنا المسلحة تحمي هذه الدموقراطية والمدنية عشان في حماية هذه الدموقراطية والمدنية سوف يكون هناك بناء قويا للقوات المسلحة نعم شكرا سعدت اللواء أستاذ عبدالحفيظ محمد أحمد نائب رئيس حركة العدل والمساواة أميني قليم الخرطوم الآن أيضا حركة العدل والمساواة وعقب هذه الزيارة التاريخية والتي مثلت رسالة قوية لكل العالم بأن السودان بدأ في مرحلة البناء الوطني وعدم العودة للحرب مرة أخرى وفي حديث أيضا السيد القائد دكتور جبريل إبراهيم أنه ما دارين نريع للحروبات الثانية لكن متى ما استدعى الأمر حركة العدل والمساواة جاهزة صفا إلى جنب القوات المسلحة هناك أيضا مبادرة استكمال استرجاع أراضي الوطن المسلوبة من خلال دعم قوات الشعب المسلحة طبعا الآن مسألة أراضي الفشقة وأنه محقق الجيش السودان الآن من التصارات باهرة جدا وفي وقت وجيز وأنا حقي هنا في هذه اللحظة أحيي مجمعين وأحيي القوات المرابطة هناك على الثرور وجدنا اللواءات والعمدة وكافة الضباط والصف الجنود هناك فهذه تحية مني إلى الأخ الغائد اللواء يعني أحمدان محمد خير والأخ اللواء هنا والأخ العميد هناك في جبل الطيور وكذلك العمدة وكل الرتبة العسكرية في كل المواقع لهم من تحية القوات المسلحة في هذه المرحلة نحن الآن نعيش حقيقة الشعار شعب واحد جيش والواحد جيش والواحد هذه الأيام يعيش الناس هذه المسلحة فرئيس الحركة عندما ذهب إلى هناك ذهب من أجل إسناد جهد القوات المسلحة وذهب من أجل إسناد استكمال تحرير أرض الوطن المسلوبة بدءا بالفشقة الآن التحدي الماثل نحن الآن في الفشقة الفشقة الصورة والكبرى نسعى ونأمل ونريد ونرجو ونكامل جهدنا في الحركة مع خوفي وفي قوات الشعب المسلحة نعم وحقيقة ما ذكر سعد تلية أنه نحن نحب جدا هذا الاسم قوات الشعب المسلحة لأن هذه القوات مرجعيتها هي للشعب السوداني هي تقاتل بسلاحه وتقاتل من أجله وتقاتل بأبنائه وستطاعتها أن ترسي مفاهيم في هذا الأمر وما في هناك أحد مشروع يقاتل ويحمي مقدرات البلاد وأمن البلاد ودماء البلاد وموضن البلاد وامتلكات البلاد أكثر من جيشها يعني فنحن في الحركة فهمنا يعني واسع جدا ونفصل تماما بين المؤسسة العسكرية قوات الشعب المسلحة هي مؤسسة باقية ما بقي السودان مؤسسة باقية يجب أن تكون تدعم وأن يقف الناس معها وهناك أمر هام جدا عندنا أمر واضح جدا أن كل الحكومات التي مرت على البلاد كما صفت في حديث الأول يجب أن لا نحمل القوات المسلحة وقوات الشعب المسلحة مسألة الانقلابات الفاتت هذه كلها مسؤولية النظام السياسي القديم القوات المسلحة دفعت الإخفاق السياسي مهرا من دمائها وأبنائها وعرقها نعلم ذلك تماما ونتحدث في أن الدولة السودانية معطوبة والفكر السياسي معطوب فلذلك أن الحركة قامت من أجل إصلاح هذا العطب في إصلاح هذا العجاج ليس عجاجا عسكرية هي قوات تنفذ تعليمات السياسيين فلا بد أن نفرق بين هذا وذلك فلذلك أنه يجب أن كل السودانيين ونحن أن نفهم هذا الأمر نحن الآن بصدد تفصيل الأمور بصدد بناء الدولة على الصدق وعلى المكاشفة وعلى الوضوح وعلى الشفافية نحن أمامنا شفافية تمارس الأحزاب السياسية قبل الآخرين الغريب أنه المجتمع السوداني مجتمع يقوم على الاعتراب بالآخر تماما ومجتمعنا في كل المواقع يقوم على هذا الأمر لكن النظام السياسي السوداني لا يعترف بهذا وإذا نظرنا إلى أن أشأت كل أحزابنا السياسية أنا أريد أن أحدث كلام واضح جدا وإذا نظرنا إلى كافة أحزابنا السياسية نجدها كأنها لم تنبت من هذه التربة السودانية التي تعترب بالآخر والتي يعني تنظر للآخر وتتكامل مع الآخر لكن عينوا لها كل هذه الأحزاب أول بأول تجدونها كلها جاءت من بيئات أخر حتى الأحزاب الوسطية الوسط حقنا ذاته فيها تأثيرات للإقليم حتى أحزاب الوسط ذات اللي عد بينا الكبار ذيل فيه تأثيرات تأثيرات من من الإقليم من حوزنا وآخر منها تأثير من ما وراء المحيط أما الأحزاب الثانية كلها من بيئات مختلفة أفكارها مبادئها كلها من أفكار مختلفة تجد اليسار يأتينا من روسيا تجد القومين العرب يأتون من العراق تجد حتى حتى الإسلاميين يأتون من من مصر أحزاب ما شايفها الآن كلها قاعدة في الساحة فعشان كده أي واحد بتلقاه مضطرف جدا في جهة الآخر فلا بد أن نخذ فهم جديد الشعب والدولة خط أحمر نعم فهم سياسي جديد الدولة والشعب خط أحمر الناس يتنوع الناس بجهدهم في إطار المتاح من الخلافة القضية كبيرة ونأمل أنه ينطرح هذا الموضوع بسرعة أو سعى من ذلك وما دعم مبادرة استكمال استرجاع أراضي الوطن المسلوبة من خلال دعم قوات الشعب المسلحة نحن الآن الأخر رئيس قيد الحركة قد خاطب الشعب السوداني في مؤتمر صحفي قبل يومين من برسونا ودعا كل أبناء الشعب السوداني في الداخل والخارج بمختلف قطاعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والوظيفية مختلف قطاعات شعبنا نريد أن نساهم في دعم المجهود العسكري للقوات المسلحة الدعم المدني والدعم المادي وأنا شخصيا لمن كنا في القضارب بعد جينا من زيادة الفشقة تلاحظ لي التفاعل الحقيقي بين الشعب وجيشه أذكر لمن جينا من الخشن القضارب وكان لساتق العربات تقريبا طريق كعب جدا يعني ما ذكر أخمار قبل شيء طريق كعب لساتق يعني كل أهم كان ضربت ومشينا نشتري لساتق من سوق القضارب ومحتاج الناس أنه يحولوا حاجة من الخلطون تلحقهم هناك فالتاير بتاع اللساتق يتكلم معلقة الضابط المعنى يقول لي أخي اسماء إنتنا تلعلوا المساوى ديل ما تاكلوا هنا حق الناس يخي شيلوا لساتقهم ديل ومشوا وددت لهم بتايمة ما هنا يحويلوا لي بحمد الله هم التحويل بعض نصاعة لكن شنو والشي اللي عملتون يعني القضائر أخ مبارك مدأسرة جدا بدعم الجيش القضارب كله مفعله لمن شعره أنه رئيس الحركة جاء القضارب عشان يدعم القوات المسلحة حصل يعني حاجة كده بتاعت شي في احتفال يعني المجموعة ذاته اللي عمله هذا الرجل يعني وانا حييه من هذا المنبر وحيي هذا التاجر السوداني لعلى ساتق في بسوى القضارب مواطن آخر وجد أنه يعني الضباط بيفطروا في حتة معينة دخل عليهم ودفع كل التكلفة أقول أنت لو بقيت عشرة ثاني برضو وحيدفع والشرعة ملتودة هو قرأسنا بيتؤكد أن الشعب السوداني يلتف حول جيشه في قضاياه الوطنية مهما ادعى آخرون غير ذلك فإن الشعب السوداني وجيشه الآن هم في خندق واحد نعم دائما يأكد لنا أيضا حديث أستاذ مبارك النور في تفاعل أهل القضارب بل كل الشعب السوداني في كل ولاية وفي كل مدينة وفي كل قرية أستاذ مبارك النور رئيس الجمع شرق السودان القياد بمنطقة الفشق أيضا الحديث حول تفاعل شرائح المتمع مع الوقوف خلف القوات قوات الشعب المسلحة الآن ما هي الصورة في ولاية القضارب وفي الفشق تحديدا وأيضا من خلال انطلاق المبادر القومية الشعبية لدعم القوات المسلحة غدا حقيقة البواطنين بولاية القضارب وخاصة بالفشقة وبالشرط الحدودي بصورة عامة يتفاعلون تفاعلا كبيرا في هذه القضية بل يدعمون الجيش أنا شفت النساء بيشيلنا الأكل من بيوت بيطلعوا الشارع عشان يقابلوا ناس الجيش البشيب في الشارع يمكن دي حاجة غريبة جدا في القرى في الشريط الحدودي وكذلك الرجال وكذلك الأطفال والشباب والنساء والمزارعين وكافة شرائح المجتمع نعم الآن في القضارب فرحة غامرة فرحة غامرة أنا قلت ليك عندما يأتي تأتي عربة للجيش الناس بطلعوا يستنوها في الشارع انتظروها برها في الشارع يهللون ويكبرون إلى أن يسهبوا ناس الجيش فدي مسألة كانت مفقودة حقيقة أنه نحن الآن نحيي كل أهلنا في الشريط الحدودي على هذا التدافع الكبير للوقوف خلف القوات المسلحة ويمكن لزيارة دكتور جبريل للحدود برضو كانت عندها صدى كبير جدا في المنطقة ويمكن المواطنين استقبلوه استقبال حافل جدا في منطقة عروض وفي بعض المناطق يشطفوا على طول الطريق لاستقبال دكتور جبريل ووفده الكبير الذي أتى إلى منطقة الفشقة مؤادرا للقوات المسلحة وداعما للقوات المسلحة ومعلن أنه سيقاتل مع الوات المسلحة في صف واحد أيضا الببادر الشعبية الببادر الشعبية القومية لدعم الوات المسلحة التي سندشنها غدا بإذن الله الساعة واحدة في منبر طيب بريس تدافع لها كل أهل السودان صحيح بديناها ونحن في الفشقة وقصدنا منها الوغوف خلف الجيش لتحرير الفشقة لكن بدون ما نشعر لقينا هذه القصة تطورت تطور كبير جدا وتدافع معنا عدد كبير جدا من أهل السودان من كافة أهل السودان من كافة أحزاب السودان من كافة غيادات الإدارة الأهلية من كافة الإعلاميين كتبوا عنها في الجرائد كتبوا عنها في الأسافير حتى المغتربين طلبوا أن يقفوا معنا وطلبوا أن يعمل لهم قروب مختص بدعم مبادرة تعمل جيش ويمكن تدافعوا ودفعوا قروش الآن نحن عملنا قروب كبير جدا دفعوا فيهو الناس دفع سخي جدا ونحن عندنا عمل كبير دعين نقوم به في دعم الجيش ودارين نمشي بغوافل وتجريدات للحدود وللمرابطين في الثغور وأيضا سندشنا المبادرة يوم غدا زي ما قلت في منبرطيبة بريس الساعة واحدة ظهرا وسنعلن لجنة كبيرة جدا لدعم الجيش على مستوى القومي وعلى مستوى الولايات سنعلن لجنة في كل ولاية لدعم الغوات المسلحة إسناد مادي إسناد معنوي إسناد سياسي إسناد بكل ما تحمل في المتساعد لأن الجيش بيستحق كل شيء لأن أبطال الوطن المسلحة يرابطون في الثغور أبطال الوطن المسلحة يقدمون أرواحهم فداء للوطن أبطال الوطن المسلحة يقدمون ما لم يقدمهم أحد قاعدين في الثغور أبنائهم هنا براهم أمهات براهم أباء براهم فالآن هم يدافعون عن الوطن ويقدمون الغالي والنفيس فداء لهذا التراب الغالي ويضحون بوقتهم بمالهم بروحهم بأشياء كثيرة جدا عشان كده تتحيل القوات المسلحة وندعو كل الوان الطيف السياسي كل الوان الطيف المجتمعي كل المغتربين من أمناء السودان كل الموظفين العاملين الإعلاميين ليقفوا صفا واحدا خلف الجيش من أجل سيادة البلاد من أجل قوات مسلحة قومية وده القوات المسلحة القومية البلتفحوا لها كل الشعب السوداني ده المرق الكبير الأشياء للبلد كلها إذا انكسر بتقع البلد كلها عشان كده نحن حرصين حرصة كبير جدا أن القوات المسلحة هي صمام أمان البلد وستظل صمام أمان البلد ونعمل إلى أن تكون صمام أمان البلد نعم إن شاء الله نواصل معكم مشاهدي الأحباب في كل مكان هذه الحلقة من الراهن السياسي على الهواء مباشرة والراهن السياسي اليوم مع القوات المسلحة في شرق بلادنا الحبيبة عقب هذا الفاصل نعود إليكم وابقوا معنا نواصل معكم مشاهدي الأحباب في كل مكان أيضا نسعد بكل من انضمها لنتابعة هذه الحلقة على الهواء مباشرة الراهن السياسي مع قوات الشعب المسلحة في الحدود الشرقية خاصة وفي كل حدود وبقاع ربوع وطن الحبيب تحية لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة في كل مكان وهم يحرثون الحدود وأيضا يحافظون على تراب وطن الحبيب السودان ضيوف داخل السوديو سعادة اللواء ركن معاش دكتور محمد خليل الصايم أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والأستاذ عبد الحفيظ محمد أحمد نايب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية أمين إقليم الخرطوم والأستاذ مبارك النور رئيس تجمع شرق السودان والقيادي بمنطقة الفشقة قبل الفاصل عدد من المحاور حول استرداد القوات المسلحة لأكثر من 2 مليون وخمسمية فدان أراضي زراعية كانت خارج نطاق دولتنا الحبيبة لكن الحديث الآن حول ثم ماذا بعد هذا الاسترداد وأيضا الحديث حول الاستفادة من تنمية هذه المناطق تنمية حقيقية من خلال إنشاء قرى نموذجية في عمق الفشقة الكبرى والصغرى وأيضا استثمار الوقوف وتفاعل جميع شرائح المجتمع ممكن عدد من النماذج يعني أنا رصدت من خلال زيارة السيد رئيس مجلس السيادة إلى جانب أيضا عدد من قيادات الدولة للحدود الشرقية لكن نبدأ ثم ماذا بعد تحرير جزء تسعين في المئة تقريبا من الأراضي في الحدود الشرقية أنا قبل ما أبدأ يعني عايز أعلق على حديث الأخ عبد الحفيظ في أن حركة العدل والمساولة وهو نائب لها هي قومية في الأصل وأنا سعيد جدا بسماح هذا الحديث لأنه ما يدور في الشارع السوداني خلاف ذلك وسعيد جدا بأنها تعمل من أجل الوطن كافة وسعدت أكثر بالتفاف المواطنين والشعب السوداني مع القوات المسلحة وده نحن متابعين يعني الحزب الشيوع السوداني أصدر بيان الليلة أنه هو خلف القوات المسلحة الأستاذ سهير عبد الرحيم كتبت كلام جميل جدا قالت نحن نختلف مع القوات المسلحة ويش لكن يا أبي أحمد لو في حاجة يتمس حدودنا وشرفنا نحن بنقف صف واحد مع القوات المسلحة هذا كلام عظيم جدا ثم ماذا بعد أنا أفتكر أنه استكمال عشان القوات المسلحة تستكمل إعادة كل المناطق المقتصبة يجب أن يدعم الشعب السوداني كاف وأننا شريح كبيرة جدا من القوات المسلحة في المعاش مستعدني أن نضحي بأرواحنا ضباط وضباط صف أنا ما أقول الكلام دسائي لكن أنا متأكد من الجند السوداني ومتأكد من طباع الجند السوداني شنو الليل إذا حصل نفير لا قدر الله وقامت حرب الجيش السوداني في المعادة كله مستعد أنه يفدي السودان بروحه بأرواحه أنا أفتكر بعد عشان كده نعيد نكمل مع قواتنا المسلحة إعادة الأراضي المقتصبة سواء في الفشك الكبرى أو الصغرى أو أي منطقة تانية محتلة أيضا عشان نأكد على سيادة السودان على هذه المناطق نأكد على سيادة السودان على هذه المناطق ندعم القوات المسلحة ونقلل الحديث في الإعلام وفي الأسافير وفي السوشال ميديا عن التبخيص والتقليل من قدر القوات المسلحة القوات المسلحة هذه قوات كنا المسلحة الشعب السوداني ما جاءت من بر إذا فيها عيب عيبكم وإذا فيها نجاح نجاحكم هذه القوات المسلحة قوات الشعب المسلح ما أرقى من رحم الشعب السوداني أيضا أنا أفتكر إذا دارنا نصلح الحال في هذه المنطقة والحدود ما كبيرة شديد نعيد انفتاح استراتيجي للقوات المسلحة في هذه المناطق بصورة علمية وده ما يتم إلا بإعادة بناء القوات المسلحة بصورة علمية حتى تجابه هذه الحدود الكبيرة سواء كان شرقية أو قربية أو شمالية أيضا يا أخوانا نحن نستبعد هذه الحرب لأنه نحن نفتكر الزور المدلين يد في يوم من الأيام يجب أن نبادل ثقة بثقة السيد الرئيس بي أحمد قدم لنا ما لم يقدمه أي رئيس أفريقي حتى جارنا في الشمال ما قدموا لنا قدم لنا أننا نتواثق على وسيغة وإن كان معتلة نتواثق على وسيغة ندربها الفترة الانتغالية وده كان نحمد له عشان كذا أنا أفتكر أنه بستبعد الحرب في هذه المنطقة لكن يجب أن نكون مستعدين لهذه الحرب نبادل نعم ثقة بثقة لكن نقول له أيضا أنه الشيف تبتعينه دير زوحة ولينا من أراضينا ينسح من أراضينا الحدود السودانية مرسمة من 1902 حتى الآن هناك نقاط بسيطة جدا ما موضوع على نقاط حدود في هذه المنطقة لكن معلومة ومعروفة لكل العالم وموجودة هذه الاتفاقية في 1902 ترسيم الحدود كافة رسمت ومعروف حدودنا وين ومعروف حدود الفشقة وين وحدود الأسيوبيين وين أيضا يعني أنا أفتكر الظروف الجيو سياسية الأخيرة من حرب التجراي وحرب التجراي وأزمة صد النهضة لا ينفصلان عن هذه الأزمة الحدودية الآن هذه الأزمة الحدودية هي من أسباب الأزمة الكبيرة التي هي صد النهضة وحرب التجراي ما لم يحدث تقيير في مفاوضات صد النهضة وتقيير في حرب التجراي أبي أحمد أنا أفتكر كده أنه سوف لن يتنازل بصورة سريعة لأنه عايز يوصل رسالة للفاعلين الداخليين لحرب الداخلية أنه أنا قوي أيضا سد النهضة في تعنت من الجانب الأسيوبي بالرغم أنه اتفاقية 1902 مرزمة أنها رسمت الحدود بناء على عدم عدم إقامة أي منشأة مائية إلا بموافقة الحكومة السودانية والكلام ده موجود ومحترب به وهي لا سلاسة 1972 اعترف بهذه الاتفاقية واعترف بالفشقة هاي لا سلاسة اعترف بالفشقة بعد 1972 كانت فيه هاجم شرسة من الشفتة على السودان على الفشقة لكن هاي لا سلاسة اعترف بعد ذلك أنه الفشقة دي سودانية المنطقة دي والفشقة زي ما قول أخونا مبارك يعني نسا ما أذكر فيها المنطقة الجنوبية المنطقة الجنوبية نهر عطبرة لما يخش من الشرق للقرب بيمشي شمالا بعد ذلك هذه بيمشي شمالا فهذه المنطقة الجنوبية اللي هي بيمشي فيها نهر عطبرة شمالا وبيكون الفشقة الصغرى مع الباسلام هذه المنطقة أيضا مخترقة من جانب الأسيوبيين مخترقة وهي منطقة خصبة جدا جدا أنا أفتكر أن الحلول في أن الناس تجلس للتفاوض لأنه حتى لو قامت حرب في النهاية الناس ستجلس للتفاوض فنحن نستفيد من أخطاء الآخرين وفي دون مناسية عالية نجلس مع دولة أسيوبيا لأنه زي ما قلت ما في عداء بينه وبينه لكن يكون في يعني أنا ما زي الناس الكتبوا في الجرائد أنه نديهم جزء من الأراضي نحن ما ندي شبر من أراضينا ما ندي شبر لكن ممكن تكون في منفع حدودية بيننا وبين أسيوبيا عبر الحصاد عبر جزء من الإنتاج ندي لهم بالتمن هذه أراضينا لا نفرط فيها فرطنا في ينوب السودان سوف لن نفرط في أرض الفشقة وشرق السودان نعم شكرا سعادة لواء أستاذ عبد الحفيظ محمد أحمد نايب رئيس حركة العدل والمساوة أيضا الحديث عن أن هذه هي فرصة تاريخية للحكومة الانتقالية بكافة مكونات لإعمار منطقة الفشقة الكبرى أو الصغرى أو كافة الأراضي السودانية المستردة في الحدود الشرقية من خلال توجيه الدعومات ومبادرة استكمال استرجاع أراضي الوطن المسلوبة هي واحدة من هذه المبادرات بدعم القوات المسلحة يعني كافة الدعومات التي تأتي من خلال مثل هذه المبادرات لترتيب أوضاع هذه المناطق خصوصا في فترة الخريفة المقبل إن شاء الله وأيضا عودة المواسم الزراعية لمنطقة الفشقة حيث هنا كلام مهم جدا لا بد أن أدعو إليه وخص هنا الأخ رئيس مجلس السيادة والأخ رئيس الوزراء والحكومة ووزارة المالية أن القوات المسلحة في هذه اللحظة تحتاج إلى إسناد حقيقي هناك أشياء إن لم تقف عليها الدولة قبل الخريف سينهار كل ما منجز من القوات المسلحة لذلك إنها أمانة وإنها توصية الشعب نقولها يمكن يعني نيابة عن الكثيرين أنه يجب أن لا يعلو صرف ولا صوت في هذه الأيام فوق صوت تأمين ظهر الجيش ظهر القوات المسلحة وإيلاء المطلوبات العسكرية في هذه المنطقة الهامة التي انفتح فيها الجيش في زمن وجيز ولا أرد التفاصيل ولكنهم يعلمون كل التفاصيل فنأمل ونرجو وفي النهاية إنما نذكر طبعا الزور ما هو الصوع لحاجته لكن نذكر أن هذه مسألة يجب أن يولوها إلى أن تأمن نحن في الحركة هذه المبادرة دعم القوات المسلحة حقيقة يعني أخي ودخل الزميل والأخوة الرفيق مبارك حقيقة يعني من زمن كبير جدا وهذا الرجل يمكن من أوائل الناس الذي أعرفته من قبل سنوات كان يرفع قضية الفشقة ويتحدث عنها بقوة إلى أن جاءت به الأيام أن يكون نائبا مستقلا عن الفشقة وفاز حتى على المؤتمر الوطني فاز عليه بأربع ألف وخمسمائة صوت في عنفوانه وفي قوته وفاز نائبا مستقلا لأنه كان يطرح قضايا الفشقة أنا أشهد له بهذا الأمر وأستمعت منه كثيرا جدا كان يدعو في كل وقت وفي كل أوقاته وفي كل زمان وفي كل إمكانياته يدعو لهذه القضية الآن حيث أني نبارك له أنه الآن أصبحت قضية الفشقة هي قضية لكل الشعب السوداني وقضية لكل قواته المسلحة وبعدين تنام غريرا والآن إن شاء الله ستكمل معك إبناء السودان مسألة دعم القوات المسلحة ونحن في الحركة حقيقة الأخر رئيس دعا الشعب السوداني إلى دعم القوات المسلحة وحقيقة لن نقوم بي حدس في هذه المسألة ولن ندعم المبادرة القومية المبادرة القومية والشعبية لدعم القوات المسلحة نحن إن شاء الله سنفعل جزءا منها وإن شاء الله نكون معهم في هذه المسألة لأن هذه المبادرة قومية أي حاجة قومية بتجمع السودان نحن في الحركة معها في كل مرحل من مراحل التاريخية إن شاء الله نعم إن شاء الله إن شاء الله مبارك النور أيضا الحديث حول ما هو الاستعداد الأمثل لكم في منطقة الفشكة تحديدا وفي المبادرة القومية الشعبية لدعم القوات المسلحة لاستغلال يعني هذه الأراضي وعودة الإنتاج فيها إن شاء الله في أسرع وقت نسابق الزمن يعني حقيقة الأول شيء ندير يمكن نعلق عليه كلام قاله سعادة اللواء تحدث عن الشفتة التي تسيطر على الأراضي نحن نعلم أن هذه ليست الشفتة هذه قوات أسيوبية مدعومة معروفة بالنسبة لنا وهذه الأيام تقاتل الجيش يزو من القوات الأسيوبية هذه الأيام تقاتل الجيش بالمدفعية لا يوجد جيفة عندها مدفعية أيضا الأراضي التي يحتلها الأسيوبيون يمكن أن الشيوبيا لا تزرع فيها سمسم ولا درة ولا غير ولا غير الآن أصبحت من مصدرية السمسم من مصدرية الصمغة العرب من مصدرية المحاصيل الأخرى كل من أرضنا السودانية أرض الفشلة فعشان كده نحن الآن نبارك خطوات الجيش ونغف سدا قويا خلف الجيش بكل المبادرات لكن نحن الآن ثم ماذا بعد تحرير الفشلة الآن هذه الحدود هي حدود الفشقة الصغرى والكبرى وصعيدة القضارف لغاية حدودنا وعجب الحلاوة اللي هي ولاية القضارف 265 كيلو ولاية القضارف فقط 265 كيلو صحيحة لدود كلها 725 كيلو كل سودان حدودها في أسيوبيا لكن حدود ولاية القضارف 265 كيلو اللي هي محدة لإغريمية الأمهر والتيقرائي الـ 265 كيلو ديام فيها 15 نقطة ترسيم تبدأ من تقاطع خور الرويان مع نهر سيتيت شمالا مرورا بالفشقة الكبرى مرورا بالفشقة الصغرى مرورا بصعيدة القضارف إلى حدودنا مع ولاية السنار هناك جمجب الحلاوة ديك آخر نقطة من نقاط الترسيم المختلف حولها زي ما يقولهم الحدود مرسمة سنة 1902 ومعلمة بواسطة الميجور قوين والآن الناس يتحدثوا عن ترسيم الحدود هي ليس الترسيم الحدود هي إعادة ترسيم الحدود أو وضع العلامات والنقاط غير مختلف حولها لكن الأسيوبيين يطمعوا في أراضينا ويريدوا أن يتوغلوا في أراضينا نحن الآن ما لم تحدث تنمية حقيقية في الحدود صحيح سعد تلوي وتحدث عن انفتاح الجيش وهذا التخصص لكن نحن نتحدث عن تنمية في الشريط الحدودي ما لم تكن هناك تنمية في الشريط الحدودي تبقى مشكلة المستوطنات العملولة السيوبيين داخل أراضينا قبل ما يطلعون منها بنواب السابت بنواب المسلح عملوا فيها مغابر عملوا فيها كنايس عملوا فيها بغرات عملوا فيها طرق مسفلتة عملوا تغيير دموغرافي كامل للمنطقة لكن الآن بحمد لله الجيش نحن نحييه نحيي قائد الجيش البرهان ونحيي غيص الأركان ونحيي قائد المنطقة الشرقية وقائد الفرقة والغوات في الميدان والعساكل في الميدان تحية خاصة جدا لجهدهم الكبير الذي أفرحها للفشق وأفرحها كل السودان نحن الآن نتحدث عن المبادرة الشعبية لدعم الجيش هذه المبادرة مبادرة كبيرة جدا زي ما قلت تفاعل معها كل ألوان الطيف السوداني سواء كان سياسي أو مهني أو غير ذلك فعشان كده نحن الآن قوة الجيش هي قوة السودان قوة الجيش هي استزعار أرادة المختصرة للسودان قوة الجيش هي عزة وفخر لكل سوداني وأنا أقول حيي الصحفية سهير عبد الرحيم صحيح هي كتبت الكلام القول الأخي الليوة لكن كتبت كلام تاني قالت أي إنسان ما يدعم الجيش يتحسس جنسيته نحن بيقول أي إنسان ما يدعم الجيش يتحسس جنسيته هذا مغال سابق لمغال الآخر وهذا يؤكد أنها صحفية وطنية وعدد من الكتاب مصطفى أبو العزايم كتب كلام جميل جدا في حق الجيش أحمد الطيب المكابرابي كتب كلام جميل جدا في حق الجيش نص دقيقة عشان نعيد انفتاح استراتيجي للقوات المسلحة في الحدود يجب أن يدبعوا رصف طرق المنطقة دي صعبة جدا في الخريفة صحيح وعمل كباري وقيرة وقرى نموزجية بدل الكنابي والكجيك والدقيقة الناشية شكرا جزيلا ساعة اللي واركنا معه الدكتور الكباري دي عليك الله يقوله لنا ثاني أخواننا في الوات المسلحة وأخواننا في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء وأخواننا الشعب السوداني يكونوا لأنه يساهم في بناء الكباري بعدين سمحت لي رصف الطرق سيعيد منطقة الفشقة للسودان اقتصاديا حتى ساهم مساهمة كبيرة ستوقف ستوقف تجارة التهريب ستوقف تجارة البشر والأسلحة أنا شاكر لك جدا سعدة اللي واركنا معه الدكتور محمد خليل الصايم أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الاستراتيجية لحضورك وأيضا شاكر لك جدا الأستاذ عبد الحفيز محمد أحمد نايف رئيس حركة العدل والمساواة السودانية أمين إقليما الخرطوم وأيضا من خلال مبادرة استكمال استرجاع أراضي الوطن المسلوبة بدعم قوات الشعب المسلحة شكرا جزيلا أشهد مبارك النور رئيس الجمع الشرق السودان القيادي بمنطقة الفشقة شاكر لحضورك شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان تكامل الحرقة اليوم الراهن السياسي مع قوات الشعب المسلحة في شرق السودان وتظل دائما قوات الشعب المسلحة وطيلة سنواتها الأيام هي الحافظ والحامي لكل شبر من ربوع وطن الحبيب هذه تحياتي وتحايا فريق العمل إلى الندق إن شاء الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته